لأذكر نفسي وإياكم بنعمة جليلة ومنة كبيرة هذه النعمة هي مطلب كل أمة وغاية كل دولة من أجلها جندت الجنود ورُسِدت الأموال وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب إنها نعمة الأمن وما أدراكم ما نعمة الأمن التي كانت أول دعوة لأبينا إبراهيم عليه السلام حينما قال رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فقدم إبراهيم نعمة الأمن على نعمة الطعام والغذاء لعظمها وخطر زوالها إن نعمة الأمن هي منة الله على هذه الأمة المباركة المرحومة قال الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فعن أبد الله بن محصر الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح مينكم آمنا في سربه معافا في جسده إنه قوت يومه فكأنما هويزت له الدنيا بهذا في رها يأمن الناس على أموالهم في رهاب الأمن يأمن الناس على أموالهم ومهارمهم وأعراضهم وفي ظلال الأمن يعبدون ربهم ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله في رهاب الأمن وظله تأم الطمأنينة في النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف هضم ولا حرمان إن عمرا هذا شأنه ونعمة هذا أثرها لجديرة بأن تبذل في سبيلها كل رخيص ونفيس وأن تستثمر الطاقات وتسخر الجهود والإمكانات في سبيل الهفاظ عليها وتعزيزها عباد الله الأمن والإيمان قرنان فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وإذا تخلى أبناء المجتمع عن دينهم وكفروا نعمة ربهم أهاطت بهم المخاوف وانتشرت بينهم الجرائم وانهدم جدار الأمن وجاء ظلام الخوف والقلق وهذه هي سنة الله تعالى التي لا تتخلف في خلقه قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة متمعنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله اللباس الخوف والجوء بما كانوا يصنعون عباد الله لا بد أن ندرك أن نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقاوماتها ولا تدوم إلا بدوام أسبابها والتي من أعظمها توهيد الله والإيمان به والتخلص من خوارم الأقيدة وحتى نحافظ على الأمن في البلاد فلابد من تربية الأمة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ترجمة أنفعون توهيد الله 진كرا لك ترجمة نانسي قنقر 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 هؤلاء المنزلين أنها hatred أو فسنة التحديد ي habitats Tadine قد تذب مكون موانا مرفي أنه سودي التحديد النزل فقط مع الآن ممتارات lorsqu تذب موانا من الموانا ترجمة نانسي قنقر 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 سيارة 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 صورة رأي سيارة سيارة في ماذا سيارة قريبا امت Faith اور امتRAY امتحدث عن اثład منك اول أيها الأمر مهازة اما الغبيت بشرح كل مت like أنت، أن تحير أنت شكرا هذا شكرا موسيقى إنه موسيقى يغبون أن أصدرين يوجد أن يقولا يوجد أن يقولوا يقولوا أنه خدد مستمع يقولوا أنه يقولوا أنه عدد كانت السبب تمثيارات تمثيارات ثم أتمنى ثم سأنتي خوانا خدث ما يجعلوا ترجمة نانسي قنع 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 وحببتت أنت أها منحصان وحببتت أن يبقى أن ننفخه سألت فقط لمprике أي نظر نحن ننطع من ينبقى أن أعادل من نظر كيف يحرخ فترة فقد كانت وعادل خزن ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر